ارتفع عدد ضحايا الإعصار أيضا في شمال شرق الولايات المتحدة إلى خمسين قتيلا على الأقل في حين تمسك الكثيرون بالأمل في العثور على المفقودين في مياه الفيضانات وشهدت ولاية نيويورك سبعة عشر حالة وفات حيث حصر جميع الضحايا تقريبا في وحدات سكنية غير قانونية وفي نيوجيرزي سقط سبعة وعشرون قتيلا وما زال أربعة في عداد المفقودين ومن الولايات الأخرى في الشمال الشرقي التي أعلنت فيها حالات وفات بسبب الإعصار ولاية كونيكتيكت حيث قتل شخص على الأقل وبينسلفانيا التي أعلنت مقتل أربعة على الأقل وماريلاند التي أعلنت عن سقوط قتيل واحد على الأقل